وقعت سفارة اليابانية بالقاهرة ومنظمة اليونسيف اتفاقية منحة ومذكرة تفاهم بخيمة 3.5 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق ما بين مصر وشركاء تنمية متعدد الأطراف لدعم خطة الدولة للاستجابة لجائحة كورونا هذا ويهدف هذا المشروع من خلال زيادة عدد مراكز التطعيم إلى ضمان التطعيم الفعال من خلال عدد من الأنشطة المقترحة التي تعزز تسريع وطيرة عملية التطعيم ضد مرض كورونا